اشتركوا في القناة وبتمر السنين وبيكبروا وبتفوق تشوي من النوم على حلم من ذكريات الطفولة وساعتها بصت من الشباك على مينامي وسألت نفسها يا ترى لست فاكر وعده ليه يا زمان بعد كده بتخرج تشوي من البيت علشان تروح المدرسة وساعتها بتقابل والدة مينامي اللي بتدي لها علبة أكل إذنها تدي هالو في طريقها علشان نسيها فراحت تشوي بسرعة علشان تدي المينامي الأكل وساعتها وقعت عليه غصبة عنها وقامت محرجة جدا ومشيت من غير ولا كلمة من مينامي وفي المدرسة قالت المعلمة المينامي انه هيكون رئيس الفصل وبدأت تختار الرئيسة من البنات وساعتها قدمت تشوي نفسها علشان تكون الرئيسة لكن فجأة بتقول لهم ماري واللي بتكون أجمل بنت في الفصل انها عايزة تشوي تتخلى عن المنصد ده لانها حاب تكون مساعدة مينامي في رأسة الفصل ساعتها تشوي تحرجت وقالت لها تمام وانه ما عندهاش مانع وبعد المدرسة قالت تشوي لصداقتها ان فريق الرأس اللي بتحبه عمل اعلان وطالب رقصات جودت في الفرقة وهي نفسها تقدم بس المشكلة ان الاختبار في توكيو لازم كمان تكون مقيمة هناك وده اللي مش هتوافق بي والدتها فردت عليها صديقتها وقالت لها ان الموضوع فعلا صعب خصوصا ان اختبارات الجامعة قربت ولازم يستعدوا لها بعد كده روحت تشوي مع زميلها ريكو اللي عرض عليها يوصلها للبيت وشكله كده بيكنلها مشاعر في قلبه وده اللي خلى ريكو يسأل تشوي اذا كانت حبت قبل كده فردت علي تشوي وقالت له ان الموضوع ده كان من زميل ونسيته حاليا ومش بيتفكر الا في تطوير رواياتها الالكترونية بتاني يوم قد ريكو هدية لتشوي وبصعوبة جدا اعترف لها انه بيحبها وده اللي احرجت تشوي جدا وما كانتش عارفة ترد عليه وتقوله ايه فقال لها ريكو وقتها انه مش مستعجل على الرد منها وهيفضل مستنيها لحد ما تيجي هي وتقوله حقيقة مشاعرها ناحيته وبعد المدرسة فضلت تشوي مسك هدية ريكو وهي فرحانة وقالت في نفسها انه فعلا شخص كويس ليه ما تفكرش فيه لكن فجأة بتلاقي قدامها مانامي وماري ماشيين مع بعض تحت المطر ولقت نفسها وقفة متصمرة مكانها ومش عارفة بتبص عليهم ليه ولما رجعت على البيت فضلت تعايت يمكن ده علشان اتأكدت ان حب طفولتها خلاص راح لحد تاني وده اللي خليها تطلب من والدها ووالدتها تروح مسابقة الرأس اللي هتتعامل في توكيو لكن والدها ووالدتها رفضوا الموضوع وقالوا لها ازاي بتفكر في اختبارات الرأس واختبارات قبول الجامعة على الابواب فردت عليهم تشوي وقالت لهم انها مش هتقدم في اختبارات قبول الجامعة من الاساس علشان بس يكونوا عارفين والحوار اشتد بين تشوي واهلها لدرجة ان والدها ضربها بالقلم وبالليل قابلت تشوي مانامي في الطريق وساعتها سألته اذا كان بيحب ماري فقال لها مانامي ان الموضوع ما يخصهاش من الاساس وده اللي خلت تشوي تسأله اللي بقى يتعامل معها بطريقة دي على الرغم من انهم كانوا مقربين جدا من بعض زمان فكان رد مانامي عليها انه قال لها بان الموضوع بكل سهولة اللي ما بقتش حبك وبس وطبعا وقتها نزلت دموع تشوي وثابته ومشيت قاسي قوي مانامي المهم ان تشوي بتفوق الصبح وبتلاقي نفسها قد عقلة الاصبع فبتفتكر حكاية جدتها زمان وبتفرح جدا لانها بقت زي اميرة رواياتها المفضلة في نفس الوقت عائلة تشوي بلغوا الشرطة تدور عليها لانهم ما يعرفوش عنها حاجة من مبارح بالليل ولما عارف مانامي من والدته ان تشوي مختفية من مبارح راح بسرعة عند الكوخ اللي كانوا بيقعودوا في زمان ولقى هدوم تشوي مرمية هناك ساعتها فضل ينادي عليها لحد ما فجأة سمع صد صغير بيرد عليه ولما لف بظهره شافت شوي قدامه قد عقلة الاصبع وما كانش مصدق نفسه فخدها وحطها في جيبه ورجع بيها على البيت لكن خبر اختفاء تشوي بقى في كل مكان في الشارع والمدرسة كمان وكل صحابها قلقوا عليها وفي نفس الوقت ما كانش مانامي قادر يتكلم ويقولهم انها كويسة بس بقت قد عقلة الاصبع اما تشوي فكانت قاعدة تكتشف قضة مانامي ولا في دمخها اي حاجة خالص لسه بتدور على تشوي راح للكوخ اللي كانت قاعدة فيه وجيب هدومها من هناك بسرعة قبل ما حد يلاقيها ولما رجع على البيت قالت تشوي لازم على الاقل تتصل باهلها وتعرفهم انها كويسة علشان ما يقلقوش عليها فقالت له تشوي انها مش عارفة تكلمهم وتقولهم ايه بصراح وشوية واتصلت تشوي باهلها اللي كانوا هيموتوا عليها حرفيا وقالت له منها في توكيو مش هتقدر ترجع وقبل ما تسمع منهم مالة طيق قفلت التليفون بسرعة وساعتها سألها مينامي وقال لها انتي مش ناوية ترجع بيتك ولا ايه فردت عليه تشوي وقالت له ناوية ان شاء الله بس الصبر يا استاذ مينامي وتاني يوم طلبت تشوي من مينامي انه يروح بيتها ويطلب من ودتها ألبوم الصور بتاعهم زمين لانهم محتاجين في مسابقة في المدرسة ساعتها طلعت والبت تشوي مينامي لقودت بنتها وقالت له دور انت عليه عبا المندلة شوف زباين المحل فقال مينامي مدور على علبة العرائز بتاعة تشوي علشان تاخد منها فستينهم وتلبسها لانها مش لقي اي حاجة تلبسها خالص لكن المشكلة ان اختها دخلت عليه القوضة ومعرفش ياخد العلبة معايا بعد كده حط مينامي تشوي في جيبه واخدها معاه على المدرسة علشان ما يفوتهاش اي دروس وبعد المدرسة اخدها على احسن محل العلب وجاب لها احلى فستين لابسها عروسة هناك وراح اكلها ايس كريم وزبط لها الدنيا على اخر وساعتها افتكر كلام جدته عن اميرة عقلة الاصبع اللي قدرت ترجع لحجمها الطبيعي لما لقت متراقة الحصد في يوم اكتمال الامر في اللحظة دي قال مينامي ان الامر النهاردة مكتمل فقام بسرعة وراح على المعبد واخد المتراقة المنورة اللي كان واضح انها هترجع تشوي لحجمها من تاني لكن لما فكرت تشوي انها هترجع تاني ومينامي هيبعد عنها انطفت المتراقة وراح مفعولها ولما رجعوا على البيت قال مينامي لتشوي ان اليوم اللي صغر فيه حجمها كان بيشبه نفس طقس اليوم ده علشان كده قرر ياخدها ويروح بيها على الكوخ يمكن تحصل معجزة وترجع لحجمها الطبيعي ولما صحيت تشوي الصبح لقت نفسها رجعت زي ما كانت وده اللي فرحها جدا هي ومينامي اللي بتسام لها اخيلا وضمها ناحيته الاول مرة من سنين كتير وفجأة بتصحى تشوي من النوم وبتلاقي ان كل ده كان مجرد حلب والله الناس دي بتهزر يا جماعة المهم ان بسبب نوم مينامي في الكوخ طول الليل تعب ودرجة حرارة وارتفعت وساعيتها ما كانتش تشوي عارفة تتصرف ازاي لانها صغيرة قوي ومش قادرة حتى تفتح التلاجة علشان تطلع ميا بردة وتعمله كم مدات وده اللي خلاها تفضل تعيط وتطلب من مينامي سامحها لانها السبب في تعب ولما عرفت ماري ان مينامي تعبين رحت له البيت وعملت له اكل وفضلت قاعدة جنبه طول الليل وطبعا تشوي كانت غيرانة جدا لكنها تحملت علشان بس تلاقي حد يهتم بمينامي لانها مش عارفة تعمله حاجة وشوية واتصلت بهم تشوي وعرفتهم انها بخير ومش لازم يقلقوا عليها لانها بفرشة الرأس وعايزة تركز في شغلها الفترة الجاية وبعد ما قفلت المكالمة قال لها مانامي ليه ما قالتش الاهلها على الحقيقة وريحت نفسها فكان رد تشوي عليه انها مستحيل تخلي اهلها يشوفوها بالمنظر ده وتقلقهم عليها بعد كده قالت تشوي المانامي صحيح انت ازاي تقول علي غبية وانت نايم مبارح فقال لها مانامي انا يا بنتي فقامت ردت علي تشوي وقالت له امه المين يعني بص انا مش طيقات من مبارح فعد يومك وفي المدرسة نسي مانامي الجاكت بتاعه في الفصل وراحي الحمام وساعتها وقع ريكو الجاكت غصبة عنه وسمع صوت حد بيتقلم وقبل ما يفتح جيب الجاكت وصل مانامي بسرعة واخد الجاكت وطلع برا الفصل وعلى السطح طلعت ماري ورا مانامي وشافته هو بيتغدى لوحده فقامت قيلله انها هتتغدى معاه بعد كده بدل ما يأكل لواحده كل يوم ولما قال لها مانامي ان ما عندوش مينع ضربت تشوي جامد علشان تعرفوا انها مش موافقة وبعد المدرسة روح مانامي وماري على المكتبة علشان يتذكروا مع بعض ساعاتها تعصبت تشوي قوي وقالت في نفسها هي البيت الرخمة دي طالما عايز تذكر مذاكرتش في بيتها لي واللي هو شغل تلكيك وخلاص ولما رجعوا على البيت سألت تشوي مانامي وقالت له ليه ما قالش الماري ان والده سيفر مش بعد عنهم بعد معرف ست تانية ساعتها تعصب مانامي جدا وقال لها وليه أخب حقيقة الرجل اللي ما بقيتش اعتبره أبويا من الأساس واللي بسببه برضو تغيرت غصبة عني وبقيت الشخص اللي انت شايفان نهاردة فردت علي تشوي وقالت له بس احنا على الأقل جرين وكنت لازم أقف جنبك وساعدك فقال لها مانامي ان ما فيش في دماغه دلوقتي الا انه يبقى دكتور وموضوع الارتباط والعلاقات والجو ده مش مناسبين ليه خالص في الفترة دي يعني من الآخر كده خرجيني من دماغك يا بنت الحلاق وبالليل سأل مانامي والدته اذا كانت بتكره والده ولا لا فردت عليه والدته وقالت له في الأول ما كنتش بكره وكده لكن مع السنين كل الكره ده تحول للا شيء وحمدت ربنا لانه اداها ابن زيه مكتهد ومؤدب وده المهم بالنسبة لها ولو كان وجوده في حياتها هو تمن اللي والده عمله فيها فهي راديو وموافقة كمان وتين يوم في المدرسة قال ريكو قدام كل زميله انه بيحب تشوي ومستني انها ترجع من توكيو ولما سمع مانامي الكلام ده تدايق جدا وساب الفصل ومشي ولما رجع مانامي على البيت خد تشوي وخرج علشان يشتري لها مجلة الرأس اللي هي عايزها وعلى باب البيت كان فيه شخص ملسن بيرقبه واخر اليوم حاول مانامي يفصل لتشوي فستين علشان تلبسه بس طلع ديق ومعرفتش تلبسه خالص بعد كده قال لها مانامي ان ريكو جاب مجسم صغير وحطه في جيبه شكله كده شافها وكشف حقاقتها وفود اللي يشتم فيه ساعتها ردت عليه تشوي وقالت له ما تشتمش ريكو ده لطيف خالص في اللحظة دي قال لها مانامي لطيف خالص برضه طيب وميله وقام سابها وفود اللي لعب بالكورة والصبح ورت صديقة تشوي لريكو الرسالة اللي بعثتها لها تشوي تطملهم فيها عليها وكمان بعثت لهم فيديو فيه حركات رأس جديدة تعلمتها وده اللي فرح ريكو جدا وقال لزميلته انه النهاردة بس البرتاح اما تشوي فراحت سرقة على بيت اهلها ودخلت قضيتها وخدت فستين العرايس بتوعها وهي صغيرة وكانوا حلوين جدا واخر موضة كمان بعد كده وقفت وتفرجت على اخناقة والدها ووالدتها المعتادة وقالت في نفسها يا باي هي الناس دي مش بتزهق من كتر الخنائت دول بيتخنوا اكتر ما بيقولوا لبعض صباح الخير وفي الطريق شاف حبيب ماري السابق مانمي وهو ماشي مع ماري فاتخنق معيهم بس ترنوا مانمي حتة علقة وفي نفس الوقت كان في حرامية في بيت مانمي بتحاول تسرق اي حاجة تشوفها فشها ولما شافتها تشوي جرت على الموبايل بسرعة وحاولت تبعت رسالة لمانمي علشان تحذروا واول ما شاف مانمي الرسالة جري بسرعة على البيت وكنت الحرامية وصل شركها علشان يساعدها بس الظاهر كده ما اتفقوش ومسكوا في خناء بعض وبعد ما الخناء خلصت وتلعوا فوق علشان يقشطوا على اللي هيقع تحت ايديهم شغلت تشوي بسرعة الكست ولما سمعوه العصابة خرجوا على طول من البيت قبل ما حد يمسكهم وشوية ووصل مانمي ولما لقى جديته بخير حمد ربنا وما حبش يقول لها اي حاجة علشان ما تقلقش بعد كده طلع بسرعة علشان يتطمن على تشوي اللي قعدته قدامها يجي ساعة بتحكيله عن انجازاتها العبقرية ضد العصابة وازاي قدرت تخليهم يسيبوا البيت ومنتهى الزكاء ساعتها قال لها مانمي يخرب بيت الكلت دماغي ده لو العصابة كانت ترقة البيت كان هيبقى ارحم من راغيك ده فردت عليه تشوي وقعت له تصدق اجدع هتصدق ان شاء الله انا الحق علي ان خطرت بحياتي علشان انقذ بيتك ايه ما فيش شكرانية ابدا بعد كده بنعرف ان الراجل الملسم اللي كان قدام بيت مانمي هو والده واللي لما شفته جدت مانمي طلبت منه يمشي وما يرجعش تاني لانه بالنسبة لها مات من زمان وما حبيتش تجيب سيرة لمراته او لابنه انها شفته وبالليل فضلت تشوي تقس في فستين العريز بتاعتها وساعتها لحظت ان وزنها ذات حبتين علشان كده قررت انها تعمل دايت ورياضة ورياضة وضايت علشان تنزل الكام كيلو دول وما كانش قدامها الا انها تفضل ترقص اهم انها بتتدرب ومنها بتخص برضو اما مانمي فكان قاعد يبص عليها وهو بيتحك وتاني يوم سأل ريكو زميلته في الفصل اذا كان معاها رقم تشوي علشان عايز يتطمن عليها ساعتها بتكرت زميلته لما كلمت نيدي الرأس تسأله عن تشوي بس الموظفة قتلهم ان ما فيش عندهم متدربة بالاسم ده علشان كده قالت زميلة ريكو لي انها هتبعت بريد الكتروني لتشوي ويتخليها تكلمهم في اللحظة دي بيوصل مانمي وبيقول لريكو ممكن تاخد جنبي اخ علشان عدي ساعتها بتجي عين ريكو على تشوي اللحظات وهي واقفة في جيب مانمي ولما بتعرف تشوي ان ريكو شافها بتستخبه بسرعة وده طبعا اللي صدم ريكو وخليه مش قادر يتكلم وبعد المدرسة راحت ماري للمستشفى اللي شغال فيها والدها علشان تسأله في موضوع مساعدته المانمي علشان يدرس في كلية الطب فقال لها والدها انه قدم له طلب بس للأسف اترفض وباي انه مش هيعرف يتصرف في شيء اكتر من كده وطبعا ماري زعلت جدا خصوصا بعد ما سألها والدها عن رأيها في الدكتورة الجديدة اللي عايز يرتبط بيها فردت عليه ماري وقالت له انه عمره مفكر فيها هي وودتها ابدا وكل هامه مغامراته النسائية وبس اما اخت تشوي فراحت على بيت مانمي علشان تزور جدته وهناك لقيت صندوق لفس العرايس اللي اخده مانمي من قد تشوي وقتها بدأت تشك ان فيه حاجة مش مظبوطة خصوصا لما شافت مانمي بيريس البريد الكتروني باسم اميرة عقلة الاصبع وفي اخر اليوم وصلت ماري على بيت مانمي علشان تزوره وعلى العشاء الكلام جاب بعضه وحكت ماري قصة والدها مع والدتها اللي قد ايه تعذبت بسببه والقصة جات على جرح والدة مانمي اللي قامت وحضنت ماري وطلبت منها تنام في بيتهم النهاردة لحد ما اعصبها ترتاح وده اللي خلى ماري تروح لمانمي بالليل وتحاول تتقرب منه ولما بعدها مانمي عنه سألته اذا كان السبب حبه لتشوي فقال لها مانمي لا طبعا ولما سمعت تشوي حزنت جدا وفضلت تعيط بعد كده ولما رجع مانمي على البيت في اليوم اللي بعده قالت لي تشوي ان جدته شافتها وما كانتش مستغربة خالص بالعكس قالت لها ان شكلها وهي صغيرة كده احلى بكتير ويشبه قصة اميرة عقلة الاصبع وقبل ما يروح مانمي على المدرسة طلبت منه تشوي سيبها في البيت علشان تاخد بالها من جدته ولو حصل اي حاجة هتكلمه على طول وفي المدرسة سمع مانمي زملته وهي بتقول لريكو ان تشوي مراحتش ورشة تعليم الرأس ولا حاجة وان موضوع غيابها في حاجة غمضة لازم يعرفوها علشان كده خرج مانمي من الفصل بسرعة وبعت رسالة لتشوي قالها فيها ان ريكو وزملتها اكتشفوا انك مش في ورشة التدريب ولازم تتصرف وفي بيت مانمي كانت والدة تشوي قاعدة مع الجده بتشتكلها همها وان ما فيش بينها وبين جوزها اي مشاعر خلاص وكانت تشوي وقفة بتسمع والدتها وهي حزينة وعلى ما يبدو كده ان ما فيش ستة في المسلسل ده ربنا نصرها واتجوزت راجل عيدل قال لكلهم متدمرين نفسيا اي والله بعد كده راح ريكو وزملتوا المطعم والدة تشوي علشان يقولوله ان بنته مش في ورشة التدريب ولازم يدوروا عليها لكن ما قدروش يقولوله خبر زيدة وقرروا يمشوا من غير ما يتكلموا وفي نص اليوم راحت اخت تشوي لبيت مانمي وعرفته انها عرفت بان اختها مش في ورشة التدريب وانه عارف مكانها بتاعتها توطر مانمي وقال لاخت تشوي بان تشوي كويسة لكن مش هيقدر يقولها على مكانها في الوقت الحالي وبعد ما اطمنت اخت تشوي قالت لمانمي انها بتحبه وطلبت منه مايردش عليها لانها عارفة مشاعره وعلى الرجم من كده كان لازم تقوله احساسها علشان ترتاح وقامت ماشيا وده اللي خلى مانمي يقول لتشوي انهم لازم يعرفوا عالتها باللي حصل علشان ما يفضلوش قلقانين عليها فقامت تشوي مكلمة والدها وقالت له انها عارفة بانه قد ايه بيتعب علشانهم لكن هي حابة تقوله ان والدتها بتحبه جدا وانها زي باقي الستات عندها مشاعر نفسه يحس بيها فرد عليها والدها وقال لها مين قالك ان تجوزت والدتك علشان خلفتك بس مشاعر من الاساس معرفش لي يا جماعة ما نقولش البعض مشاعرنا الحقيقية قبل ما يفوت القوان ونندم بعدها ان في حركة جنونية لا تحدث الا كل عشرين سنة مرة خد والدت شوي الورد من على البور وقدموا لزوجته وقال لها انه بيحبها جدا وما يقدرش يستغنى عنها واعتذر لها لانه ما قلهاش الكلام ده قبل كده وحسسها بشعور مش حلو خالص وطبعا والدتت شوي ما كانتش مصدقة اللي شايفا قدامها علشان كده مسكت سمعت التليفون وشكرت بنتها على اللي عملته معاها لان الولايها كان والدها فضل زي الحجر لا ينطق لا يسمع ولا يتكلم عزيزاتي المشاهدة واخر اليوم كانتت شوي بترقص في البلكونة وفرحانة بالانجز اللي عملته وساعتها شفتها اختها بالصدفة وهي واقفة في بلكونتها وما كانتش مصدقة عينها وتاني يوم الصبح رجع ماني من المدرسة ولقى جدته وقع على الارض مغم عليها فاخدها بسرعة على المستشفى وهناك قالت له والدته بان الجدة هتكون بخير بس هي محتاجة شوية فحصات مش اكتر وساعتها ساب مانيمي الجاكت على الكرسي ودخل الحمام في اللحظة دي كان فيه بنت صغيرة معدية وشافت تشوي فافتكرتها عروسة وخدتها بعد كده راحت اخت تشوي وقابلت ريكو وقالت له انها شافت بنت قد عقلة الاصبع تشبه تشوي في بلكونة مانيمي بالليل ومش متأكدة هل كانت اختها فعلا ولا مجرد عروسة صغيرة شبهها فقال لها ريكو انه برضو شاف نفس العروسة في جيد مانيمي قبل كده فممكن فعلا تكون تشوي اللي كانت قاعدة مع الطفلة المريدة في قدتها وسمعت والدة الطفلة وهي بتقول لبنتها لازم توافق على العملية علشان صحتها تتحسن وتخرج من هنا علشان كده البنت صعبت على تشوي قوي ان والد مانيمي فكان متخفي كالعادة وفي المستشفى معهم علشان يتطمن على صحة والدته من بعيد لبعيد بعد كده فضل مانيمي دور على تشوي في كل مكان وما كانش ليها اي اثر على الرغم انها كانت نايمة في السرير اللي جنب جدته اللي فضلت تحكي للطفلة قصص عن اميرة عقلة الاصبع وانها مش بتظهر الا للاشخاص اللي محتاجينها فعلا وبيكونوا طيبين وبالكلام ده حبة الجدة انها تقول للطفلة الصغيرة بانها شخص كويس وبيحترم امه علشان كده اميرة عقلة الاصبع ظهرت لها ولازم بقى تسمع كلام والدتها وتعمل العملية علشان تفضل معيها اما مانيمي فحلم ان تشوي قالت له ان جيه وقت الرحيل ولازم تطلع على الامر من تاني وفجأة فاق من نوم وهو حزين جدا ومفتقدها وساعتها بيلاقي جدته قدامه وقالت له انت بتدور على اميرة عقلة الاصبع وقامت واغداء معيها علشان توريه له تشوي اللي اول ما شافها مانيمي جالي ناحيتها وكان خلاصها يعيط وقال لها ازاي تختفي وتقلقه عليها بالشكل ده في اللحظة دي حستت تشوي بمشاعر حبه وقلق مانيمي ناحيتها لأول مرة من سنين كتير وتاني يوم صحي مانيمي وراح هو والدته واخت تشوي علشان يزوره جدته وفي الطريق كان فيه واحد بيغسل عربيته وغصبه عنه وقع المياه على اخت تشوي اللي ادالها مانيمي منديل ومش تمسح به المياه من عليها ولما شافت اخت تشوي المنديل ابتكرت انه كان نفس خلفية الفيديو اللي بعتته لهم اختها في اللحظة دي تأكدت ان العروسة اللي في بيت مانيمي مش مجرد عروسة لعبة وفيه سر لازم تعرفه وده اللي خلاها تروح لمانيمي وتقوله على اللي بتفكر فيه فقامت تشوي طلبت من مانيمي يظهرها لاختها اللي اعتذرت لها تشوي لانها خبت عليها حالتها دي وعرفتها انها عملت كده علشان خافت ان علتها يزعله لما يشوفوها في الوضع ده وقتها اختها تفهمت الموضوع جدا وعادتها انه هيفضل تر بينهم ولما قلت البنت للدكتورة انها موافقة على العملية والدتها ما كانتش مصدقة وطيرة من الفرحة وشوية وبتوصل ماري وبتطلب من مانيمي يتكلمه مع بعض على انفراد وساعتها قالت له انها عايزة تعرف حقيقة مشاعره نحيتها بالضبط هل بيحبها او فيه امل يحبها ولا بيحب تشوي فرد عليها مانيمي وقال لها انه ادرك بانه محبش حد غير تشوي طول السنين دي كلها في اللحظة دي بتسامت له ماري وشكرته على انه كان واضح معايا وسبته ومشي وفي المستشفى راح والد مانيمي علشان يتطمن على والدته كان ملسم ساعتها شافته زوجته وقالت له انها شافته مبارح وكانت عارفة انه هيجي النهاردة علشان كده جابت له اوراق اطلاق تديهاله لان ما بقاش فيه شيء يربط بينهم خلاص وبالصدفة بيشوفهم مانيمي وهم وقفين مع بعض وقبل ما يروح عليهم لقى دكتور في المستشفى بيجري ناحية والده وضربه بعد ما قاله انه زوجته عينت كتير بسبب وهو كان ولا هنا وعيش حياته وبعد ما الخنائق خلصت مشي والد مانيمي بعد ما طلب من ابنه يسامحه على كل القلم اللي سببهوله في حياته بعد كده راح مانيمي واخد تشوي من عد جدته وحطها في جيبه وساعتها قال لها ما تسيبينيش ابدا وانه حطها جنب قلبه للمكان اللي هتفضل تنتمي ليه طول الوقت وتاني يوم قالت اخت تشوي ليها ان والدتها ناوية بلغ الشرطة علشان يدوروا عليها لانها عرفت بانها مش في ورشة التدريب ساعاتها تشوي ادركت انها في مشكلة كبيرة ولازم تحلها وفي المدرسة اتشهرت رواية تشوي وعجبت كل زميلها اللي تفاجأوا ان تشوي مؤلفة عبقرية وهم ما يعرفوش وده اللي خلت تشوي تقلق لانها خافت ان مانيمي يقرأ الرواية ويعرف قد ايه يبتحبه اما عائلة تشوي فكانت حزينة لانهم ما كانوش قريبين من بنتهم بالقدر الكافي واكتشفوا جوانب في شخصيتها ما كانوش يعرفوا عنها حاجة وده حل عائلات كتير في زماننا ده بعد كده قرر مانيمي انه يقرأ رواية تشوي وساعتها عرف قد ايه هي بتحبه ومدونة كل موقف حصل بينهم في وقت كانت فقد اي امل ولو بسيط في علاقتهم وبالليل راح ريكو لبيت مانيمي وهناك سألوا عن العروسة اللي كانت في جيبه في المدرسة وفدل يدور عليها في قوضة مانيمي ولا المجنون لحد ما لقى الجريب الصوف اللي كانها دا لتشوي قبل كده وساعتها تأكد ان مانيمي يعرف مكانها بس مش عايز يقول لحد وده اللي خلاه يقوله ان تشوي فعلا بتحبه ولو قرأ الرواية هيعرف دا كويس بس للأسف هو ما يستهلش الحب دا كله ساعتها رد عليه مانيمي وقاله انه من زمان كان بيحب والده قوي وبسبب بعد والده عنه وازاي شاف والدته بتتعذب بعد فراغه بقى خايف يعمل كده في تشوي خايف يجرح مشاعرها بعد ما يتجوزها ومشاعره هو تتغير مع الوقت ويبقى نسخة من والده علشان كده قرر انه يقفل قلبه وما يحبش لان مستقبل مشاعره ناحيتها مجهول وده اكتر شيء خايف منه فرد عليه ريكو وقاله انه لازم يكون شجاع اكتر من كده ويعترف لتشوي بحبه مهما كانت العواقف في المستقبل لانها مش مضمونة وكأن مانيمي كان مستني الجملة دي ومن بعدها ينفجر لانه فدر يقول بأعلى صوته انه بيحب تشوي ومغرم بيها من اول مرة شافها وهم صغيرين ولا عمره حب غيرها تاعتها خرجت تشوي قدام ريكو بدون اي خوف لا يشوفها وقالت لمانيمي ان هي كمان بتحبه وشكرته انه اخيرا صرحها بمشاعره ناحيتها وطبعا لما شافها ريكو بالحجم ده ما كانش مصدق عينه وقال لها انها دلوقتي بس اميرة عقلة الاصبع اللي كانت بتحبها ومشدودة لقصتها في كل رواية تتكلم عنها بعد كده قال ريكو لتشوي انه لما قرأ الرواية بتاعتها عارف على طول انه مش بطل احلامها وان مانيمي هو اللي كل كلمة في الرواية كانت بتوصفه واتمنى لهم السعادة مع بعض وقال لما ريكو يمشي قال لمانيمي ان استخدام مترقة الحظ مش كفية علشان تشوي ترجع بني قدمة طبعية وانهم لازم يسافروا قرية المنبع الحار ويصلوا في وقت طلوع الشمس لانه كان مكتوب كده في قصة اميرة عقلة الاصبع الحقيقية وتاني يوم الصبح خد مانيمي تشوي وسافر بيها على قرية المنبع الحار علشان يقضوا كام يوم بعيد عن الدوشة ووجع الدماغ اللي كانوا فيه وبرضو كان عندهم امل ان يكون كلام ريكو حقيقي وهناك كانت تشوي مستمتعة جدا بوقتها لكن صاحبة الفندق كانت شكة ان مانيمي معاه واحدة ستة في القضة لانها سمعت صوت تشوي اكتر من مرة بس والدتها فضلت تقولها دي تهيئات وخرجت الموضوع من دمخها وعلى الساعة 4 الفجر راحت تشوي هي ومانيمي على البحر علشان يشوفوا طلوع الشمس اللي ممكن تكون السبب فان تشوي ترجع لحجمها الطبيعي وساعتها فضلت تشوي تدعي ربنا انه يرجعها زي ما كانت علشان تفضل مع مانيمي لاخر العمر ولما طلعت الشمس واتشوي فضلت زي ما هي كانت حزينة جدا فقال لها مانيمي ما تقلقش وانه هيفضل جنبها طول الوقت لحد ما تقدر ترجع لحجمها الطبيعي بعد كده بيمشي مانيمي من الفندق وساعتها بنعرف ان والدة تشوي كانت معاهم ومتخفية بعد ما سمعت ريكو ومانيمي بيتكلموا عن بنتها وانها لازم تروح قرية المنبع الحار علشان ترجع طبيعية من تاني وفي الطريق قالت تشوي المانيمي انها بقت تحس بان وجودها في حياته عبق عليه فطلعها مانيمي من جيبه وقال لها انه بيحبها ولا يمكن تكون عبق عليه في يوم من الايام وان اهم حاجة بالنسبيله انهم يكونوا مع بعض الاخر يوم في حياتهم وفجأة بتيجي عربية وبتغبط مانيمي وبيقع معاهم عليه وبينزل ساعتها جاريت عليه والدة تشوي ونقلته على المستشفى فورا وهناك قال لهم الدكتور ان حالته مستقرة ومستنيين يفوق علشان يشخصوا الحالة كويس بعد كده خدت والدة تشوي بنتها معاها على البيت ولما شافها والدها كان مستغرب جدا ومش مصدق عينه فاعتذرت له تشوي لانها لقيتهم عليها كل الفترة دي بس كان غصبة عنها فام والدها حطها في ايده وبصلها بكل حب وقال لها انت مرحب بيجي في بيتك في اي وقت وان كلهم بيحبوها وفي المستشفى قالت دكتور لعائلة مانيمي ان المفروض التغدير راح بس المشكلة ان ابنهم لسه في غيبوبة ورفض يفوق وده اللي قلقهم جدا وساعتها وصلت والدة تشوي علشان تطمن على مانيمي اللي خدت دكتور عائلته علشان يتكلم معاهم على انفراد علشان كده طلبت تشوي من والدتها انها تسيبها مع مانيمي لوحدهم لحد ما عائلته ترجع وقتها راح تشوي جنب راس مانيمي فضلت تقوله انت لازم تفوق وهي بتعيت واعتذرت له على اللي حصله لانه بسببها لانه كان مركز في الكلام معاها ومش واخد بالهم الطريق ولان سحر الحب لايه قوم برضو يا جماعة اول مرة بتتشوي من مانيمي فق على طول وقال لها كنت فين من زمان بدل ما أنا كنت متصمر مكاني ولا قادر اتحرك حتى يا شيخ صحيح الحب يصنع المعجزات وبجملة المعجزات بقى مرة واحدة رجعت تشوي لحجمها الطبيعي وساعاتها نزلت بسرعة استخبت تحت السرير قبل ما حد يشوفها بعد كده رجعت تشوي للمدرسة من تاني هي يوم أنامين ولما شفوهم زميلهم مع بعض كانوا مستغربين للانسجام اللي ما بينهم ده وقالوا لهم لعله خير يا جماعة من امتى القط والفرح حصل بينهم معاهدة صلح في اللحظة دي خرجت زميدة تشوي من بين كل الوقفين ورنتها قلب قال ايه علشان كانت قلقانا عليها وبعد كده حضنوا بعض عادي وفضلوا يعيط اوفر قوي البنات دي بصراح وبمجرد ما تشوي ومينمي خلصوا السنوية اتجوزوا على طول وعملوا فرح عدموا فيه كل صحابهم اللي بيحبوهم ورقصوا وغنوا وعملوا كل اللي نفسهم فيه ساعتها قال مينمي دتشوي انه مش مصدق انهم وصلوا للنقطة دي اخيرا وانه كان فكر انها بعيدة قوي بالنسباله وقتها ابتسمت له تشوي وحطت وشها في الارض قال يعني مكسوفة اه وده والد تشوي بيعيط في فرح عادي بدل والدتها وطلعي الاوبشن ده عند كل الناس مش عندنا لوحدنا وفي النهاية رجعت تشوي لكتابة رواياتها من تاني اما مينمي فقدر يحقق حلم حياته ويدخل كلية الطب اللي كان بيتمنيها وبرضو قدرت تشوي حقق حلمها وتشترك في ورشة الرأس بتوكيو زي ما كانت عايزة السنة اللي فات السنة حصل فيها حاجات كتير بفضلها قدر مينمي يحرر حبه اللي كان مسجون جوا من ثنين وساعتها بص مينمي لتشوي وقال لها تعرفي انك افضل جزء في قصتنا وقامها مثلها بجملة بحبك قوي وفي كهف حبهم الصغير راحت تشوي مع مينمي لهناك ولبسها مينمي توق الورد زي الزمان وهو بيقول لها اوعديني تفضلي جنبي لاخر العمر وتوتا توتا بتخلص الحدوتا وبينتهي مسلسلنا بمقولة ما كنت اظن يوما ان سجن حبي سوف يأتي عليه يوم ويتحرر لارى في نفسي مشاعرا لم اكن اعرف ان هذا القلب بداخلي يمتلكها نشوفكم بقى فملخص جديد سلام